السلام عليكم ورحبا بكم ناس الجياس كات تجور ما أخبار شبيب القبائل جعفر آيت مولود يكذب إشعاعات اعتقاله وهو تصريح واش قال في التدخل تاو دوك نحكيه فيه لايك الفيديو أبوني في القناة و تركونا تعليق أنا سؤال هل هذه الإشعاعات تؤثر على بيت شبيب القبائل أم لا ندعمكم بخبار واحدة أخر تم اليوم المسادقة على التقرير المالي في الشماء أعضاء النادي الهوي تحت قيادة جعفر آيت مولود وكانت المسادقة بالإجمع هذا الخبر ولكم التعليق أجمعا متعوكم بالأخبار دلونا لايك بركة الفيديو وعلقونا على الأخبار تانا ولي عندوك اش إضافة يضيفها نبدو بما صرح آيت مولود من إشعاعات عليه أنه في الأوين آخرة كان إشعاعات باللي أعتقله راهو حر تعليقه وكذب الإشعاعات جعفر آيت مولود رئيس النادي الهوي لفريق شبيب القبائل نبدو كل ما يشاء حول اعتقالي من طرف الشرطة لا أساس له من الصحة والجميع يعلم من وراء هذه الإشعاعات لمن لم يحج معه لا أملك أي ملف فسد متعلق بفترة ترأس الاتحادية الجزائية لكورة اليد لم نعقد أي جمعية مع أعضاء النادي الهوي لفريق شبيب القبائل وكل ما يشاء لا أساس له من الصحة كنا في الشماء تقييمي رفقة أعضاء النادي الهوي قبل عقد جمعية عامة أو استثنائية هناك إجراءات لا بد من اتباعها مسبقا في رأيكم وش الإجراءات هذه ونمدلكم رأيي في الموضوع هذا رأيي المتواضع أنه ربما هذه الإشعاعات قد تؤثر على بيت شبيب القبائل لماذا؟ لأن الشبيب بحاجة الآن في الوقت الحالي إلى مساعدة الأنصار بيخرجوا اللابين والشبيب والفريق من وضعية الحالية الكارثية الكارثية يوجد عليها الفريق ككل أنا نضم باللي هذه الإشعاعات تؤثر أنا دائما نقولها ونعودها خليوا احتل الخارطة العام وكل واحد حاسبوها جمعة لأنه عملوه في بداية العام مش عملوه في بداية العام هذا واحد مجبض إشعاعات واحد ما قال نحاسبوه فلان أو علان الكل كان يشوف غير الركريتمو وشوف غير الميركاطو وشكين وشجبو وكذا دي واحد مجبض على وش يخص الشبيب لأنه الغاشي بكل وقلك شركة وطنية هذه في بداية العام والله في نهاية العام واحد ما قال شركة وطنية والله وره الأموال وره الاسبونسور واحد ما قال والله صدقني أني كنت تتبع في الميركاطو لأنه الضغط ما كانش ما كانش خلاص ضغطه كده هي بدأت النتائج الكارثية والغاشي بدأ شركة وطنية لماذا ما خليتوش المحاسبة في الأخرى العام دوك الدمارات الشابيون أنا نظن نخلي كلش في نهاية العام ولي كل حديث حديث أو في هذه الجمعية اللي يقالك استثنائية شوفوا وش رحي يكون تقرير قلتم تكون ردة فعل رغم أني حاب والله حتى النهاية العام ولي كل حديث حديث إن فشيلوا قولوا لهم بارك الله فيكم مراكم ما قدرتوش ولي كان كان البديل والأحسن اللي يجيب الإضافة مرحبا به أنا نظن الحاجة الواحدة اللي نقوم بها الآن أنه نبقى وراء الفريق حتى يخرج من وضعية هذه كارثية وضعية صدقني لعبين ما قديش إلا بوجمع اللعبين نرهم برودة يا جماعة إما شكك هذه البرودة إما جاء شكك برك نعرفه مستوى كل واحد نعرفه مستوى كل لعب نعرفه ضعف الشمبيونة ما شهده هو اللعب ما شهده هو اللعب بتاع اللعبين نتمنى أنه نخرج الشبيبة من وضعية هذه ومن بعدها لكل حديث حديث ومن بعد إن شاء الله لا كان قدروا يجيبوا الأموال أم يجيبوا الأموال لو قال لك وعطاهم 20 مليون ما لباليش قال لك بالك هاتا عادلتا ومهم 20 مليون تحفيزي لأنه حاجة مني حيحة يحفز اللعبين لايك على الفيديو وعبوني في القناة وتركونا تعليق ويد بيد نخرجه الشبيبة من الوضعية سلام خوتي ترجمة نانسي قنقر